وينضم إلينا من العاصمة القاهرة محمد الأسمر رئيس مركز الأمة الليبي لدراسات الاستراتيجية سيد الأسمر بعد التحية حكومة الوفاق الليبية تنخرط في أكثر من مصار سياسي لحل الأزمة فلماذا تخطط الميليشيات التابعة لها للقيام بعدوان جديد؟ أهلا وسهلا مرحبا حياكم الله الذين انخرطونا في الحوارات من ما يسمى بحكومة الوفاق هم ليسوا من دوي التأثير في المسار العامة نذكر أن هذه المسارات مزنيقة كانت من لجنة الحوار المشاري الأعلى للدولة وأطراف من النواب المقاطعون يساهمون بشيء أو بآخف الشمعات القاهرة ورجنة عسكرية من الضباط بالتراتبيات الذين انحازوا باتجاه الوفاق هم من يشارقون في خمس زيت خمسة وكانت تمهيدا ذلك في الغردق الميليشيات المسلحة المتمركزة والمسيطرة على مناطق شاسعة في المنطقة الغربية بشكل نسبي تحت حكومة الوفاق ومن فاصل مهم ما يسمى بالوزرات والهيئات والمؤسسات هم الحقيقة لديهم تصريحات أخرى أولا نعم سيد الأصمر إذا كان المشاركون في الحوارات السياسية الهادفة إلى حل الأزمة ليس لهم تأثير على هذه الميليشيات كيف سينفذون على أرض الواقع أي اتفاق يتم التوصل إليه فيما بعد نعم هذا السؤال الذي نطرحه دائما نحن نقول ليس اللقاء لمجرد اللقاء هناك عشرات الاتفاق وعقدت بالشأن الليبي في شتى عواصم العالم تأتي دائما للنقطة التنفيذ ثم بعد التنفيذ الذي لا يحصل أبدا لا يتم نقاش حتى المتابعة سيد الكريم إن اجتماعا كان في الأول من أمس وكان قبلها قد التأم بيومين يطالب بتشكيل لجنة حوار من الميليشيات وقادتها وقد تم توجيه ذلك للمجلس الشارع على الدولة وأيضا المجلس الرئاسي المسمى بحكومة الوفاق والتصريحات التي شهدناها من أمر منطقة العسكرية الغربية عدو خان المسلمين جوالي إلى العديدين لأينا مسقطات وتعليقات على اجتماعات الغردخة وكذلك المسار السياسي الذي يتم الإعداد له في تونس وكيفية تنفيذ ذلك ولديهم رؤية بالدستور أنت تقودنا إلى سؤال كبير هنا من هو الذي يحكم ترابلس؟ هل هي حكومة الوفاق بالفعل أم الميليشيات؟ نحن ندرك جيدا بالنتيجة والمقياس والمعيار أن الميليشيات هم الذين يحكمون ويصخرون حكومة الوفاق في ذلك ولذلك كانت العاملات العسكرية التي قادتها القوات المسلحة في الرابع من أبريل 2019 القضاء على هؤلاء المتمركزين في منفصل مهم من الوفاق شهدناهم أيضا يوجهون هذه السياسات حتى عندما قام المجلس الرئاسي بقرار عبر وزارة دفاعه بضم أو حل إحدى الميليشيات المعروفة بالضمان في خلافها مع ميليشي الرحبة في تاجورة تم إلغاء ذلك في غضون ساعات قبلها حتى في يناير 2018 تم حل ما يسمى بكتيبة بشير البقرة كرامكم الله وتم إلغاء وغصب العنى عديد من الشواهد هم الذين اقتحموا في شهر ديسمبر مقر المجلس الرئاسي على فايس الراج وجردوه حتى من مقتناج الشخصية وبالتالي سيد الأسمر هل هذه الميليشيات تخطط للعدوان واختراق أو العدوان على خط سرطة الجفرة من تلقاء نفسها أم أن هناك من يحركها سواء من الداخل الليبي أو من الخارج هم جميعا يشتركون في الموضوع المنهجي العقائدي التخريبي الصادق الغرياني مفتي الإخوان المسلمين المعزول أصدر فتوى وتحريض في الحادي عشر من يوليو الماضي بوجوب إعادة تأهى والاستعداد لمحاجمة قوات المصلحة عربية لبية بقيادة حفتر كما أنهم شنوا عدة محاولات بعدما أعلن الجيش هدنته المعروفة في الثامن من شهر يونيو بعد إعلان القاهرة وهم لم يعلوا حتى عبر حكومة الوفاق الهدنة إلا في العشرون من أغسطس آسف قصد الحادي والعشرون وبالتالي أن الرصد الذي كان في منطقة الخمسين ومحاولاتهم الاستطلاعية ويرودون الوصول لبواب الثلاثين لمحطة البخارية ووجودهم في بوغرين ومنجيم وحتى السحراب وهادي وتحركاتهم من الشوير في الهيجريات ليصلوا لمنفذ الجفرة من الناحية الجنوبية الغربية لطرابلس طبعا في محور تماته لآخر كل ذلك شواهد وضابط سيدي أن تصريحا على مستوى الناطق باسم قوات ما يسمى بالوفاق ويعطب التصريحا رسميا يقول أنها قد تم إطلاق الصواريخ على منطقة بيرات الحسون هو كان يريد أن يقول من بيرات الحسون تسيطر على قوات المصالة العربية الليبية كيف تطلق على نفسه وأخذ ذلك برهانا يريد أن يحيله المجتمع الدولي ولكن على ذكر سيرت الجفرة نعم الميليشيات تخطط للعدوان على هذا الخط الأحمر كما يقول الجيش الوطني الليبي هي تخطط ولكن هل تستطيع أن تنفذ هذا المخطب بالفعل سيد الكريم أن اعتبار الهجوم واعتبار أي إجراء بأنه تنفيذ الهجوم في الحالة الاستراتيجية وحالة النفير يبدأ بمجرد اطلاق النار من مناطق تمركز الوفاق في خطوط تماس الحليل التي تم اتفاق عليها باتجاه تمركزات قوات المصلحة العربية الليبية وهذا يعلن ويعتبر إعلانا للحرب مرة أخرى ولكن قدراتهم التي لديهم بالسيطرة أو الانسحاب أو عدم ذلك هذا يتوقف أيضا على مجريات الأمور هل ستكون كما كانت في المطرة الفاضية بغفلة أو بتراخي وأهمال من المجتمع الدولي أن يسمح لهم بتوريد الطيران المسير والمرتزقة والأسلحة والعتاد ذلك يعتبر فارقة في المعركة طبعا نعم أشكرك شكرا جزيلا ضيفنا من العاصمة القاهرة محمد الأصمر رئيس مركز الأمة الليبي للدراسات الاستراتيجية ترجمة نانسي قنقر